اشتركوا في القناة لكل ما يخالف الشريعة الإسلامية وأوضح الشلوي أن المؤتمر صوت أيضا على ألية استعادة المصارف حقوقها بعيدا عن الرباء وفتح باب صيرفة للميزانية العامة للدولة المقصود منه الصرف المؤقت لحين تتضح الأمور هذا ويذكر أن المؤتمر الوطني العام قد عقد جلسة مكتملة النصاب أقر خلالها استئناف عقد جلساته بواقع جلستين أسبوعيا أكد النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام عوض عبدالصادق أنهم بذلوا جهودهم فيما يخص الحوار السياسي وأن الكرة الآن في ملحب البعثة الأممية ومجلس النواب حسب قوله وأضاف عوض عبدالصادق أن جلسة اليوم شهدت حضور 76 من الأعضاء ما يعني توفر النصاب القانوني لحقد جلساته أذو قال عبدالصادق أن المؤتمر ناقش وضع المستشفيات وتوفر الأدوية وقرر أن يناقش خلال الجلسة القادمة مشاكل قطاع الصحة وسبل إيجاد حلول سريعة لها بحضور وزير الصحة ورئيس جهاز الإمداد الطبية ناقشت الحكومة الإيطالية في اجتماع عقد أمس ثلاثة بمقر رئاسة الوزراء في روما الملف الليبي وتطوراته وضم الاجتماع وزير الخارجية بولو جنتيلوني والداخلية أنجيلونة الفيانو والدفاع روبرتا بن توناني إضافة إلى رئيس هيئة الأركان الجنرال كلاودو غراتسيانو ورئيس الشرطة أليساندرو بانسا ومدير قسم نظام المعلومات الأمن جيامبرو ماسولو ومن جهة أخرى تم استراد قضايا تتعلق بالأمن والأوضاع السياسية في ليبيا حيث ترأس الاجتماع رئيس الوزراء ماثيو رينزي وبحضور وكيل رئاسة الوزراء لشؤون الاستخبارات ماركو مينتي استرد جهاز ديوان المحاسبة أكثر من 6 مليارات دينار الليبي من أرصدة الجهات العامة لسنة 2015 وأعادها لحساب الإرادة العامة وقال مستشار رئيس الديوان ورئيس لجنة متابعة الحسابات الممولة من الخزانة العامة بمصر في ليبيا المركزي الأستاذ صالح درهوب إن عدد الجهات التي أرجعت الباقي من أرصدتها بلغ حوالي 1400 جهة موضحا أن الديوان سينفذ آلية جديدة لتصفير حساب الجهات العامة خلال الأسبوع القادم مبينا أن باقي الحسابات التي مصدرها الباب الأول أو الثاني أو باب الطوارئ ستحول إلى الإيرادة العام للدولة وصلت إلى مخازن الأدوية بمدينة جالو شحنة من تطعيمات الخاصة بالأطفال مساء ثلاثاء من مخازن وزارة الصحة والتابعة لحكومة الإنقاذ الوطنية مسؤول في حقل النفور النفطي قال إنه تم استقبال شحنة من التطعيمات الأولية وسوف يتم تحويلها لقطاع الصحة جالو حيث تحتوي على تطعيمات لفئات عمرية مختلفة أذى ويشار إلى أن الشحنة سوف يتم توزيعها على أقسام التطعيمات بالمراكز الصحية حسب المناطق والإحصائيات وفي الخبر الأخير حيث قام وفد من وزارة الداخلية بحكومة الإنقاذ الوطني بزيارة لمدينة زليتن للقيام بواجب العزاء في شهداء تفجير معسكر لتدريب الشرطة أذى ولم تتمكن قناة التناصح من تغطيتها للزيارة بالرغم من وجود فارقها هناك وذلك بسبب منعهم من قبل المجلس البلدي من التغطية لأسباب غير معلومة ويشار إلى أن زليتن قد شهدت الخميس تفجيرا في معسكر لتدريب خفر السواحل نتج عنه ما يزيد عن خمسين شهيدا خطام الموجز إلى اللقاء